السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفاة الطيار أشرف أبو اليسر بعد أسابيع من تعويده بستة ملايين جنيه من محمد رمضان توفي قبل قليل الطيار أشرف أبو اليسر بعد احتجازه في الرعاية المركزة داخل إحدى المستشفيات منذ فضل تتجاوز الشهر بعد تدهور حالته الصحية والطيار أشرف أبو اليسر هو صاحب أزمة الفنان محمد رمضان والتي فصله على أسارها من العمل ويأتي هذا بعد أسابيع قليلة من قضاء المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتعويد الطيار أشرف أبو اليسر بمبلغ ستة ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر ورفضت دعوة الفرعية وذكرت الدعوة أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لغنية جديدة وسماها مش بتفتش في المطار مش بتفتش في المطار مستغل صورة الكابتن الطيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة مما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له وذكر أن أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حماد الصاوي ضد الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر كابتن الطائرة شركة سمارت للطيران لإحالاتهم للتحقيق وتعمل بلاغ المفيد بأن الطيار سمح لمحمد رمضان بدخول كابينة الطائرة وتصوير فيها وتصوير فيديو كليب إلى هنا انتهى خبرنا إن لله وإن الله يراجعون برجاء إذا أعجبك الفيديو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس السلام عليكم اشتركوا في القناة